مرحبا أهلا والله كم بحتاج وقت بعد التعافي لحتى أمارس الجنس بشكل صحيح وأتعافى من الناحية العاطفية والجسدية في هذه الحلقة رح نفصل أكثر علاقة الجنس بالإدمان والعلاقة برضو العاطفية والروحنية خلف هاي العلاقة الجنسية اللي انت ما عم تفكر فيها بشكل صحيح ومتى وكم بدك تنتظر لحتى تقدر تمارس لو كنت متزوج أو إذا كنت مش متزوج بتتفكر ترتبط بشريك طريقة صحيحة وتقدر تمارس برضو الجنس بطريقة صحية وما ترجع أكل الانتكاسات بس في بداية ناس مساعدوا اللي بتابعني أول مرة أنا قبل هيك كنتمود من مخدرات سابق بعمل سلسة حلقات عن الطريقة اللي بطلت فيها المخدرات الكحول العلاقات الجنسية والأبحيات لو حترجع تشوفهم رح تساعدك في التعافي كتير اليوم في عنا حلقة مميزة وجميلة رح تكلم فيها عن موضوع جدا حساس ومهم شباب احنا ما بنقدر ننكر دايما أو صبايل اللي بتابعني كل عندها مرة تحكي مع الشباب بس للجميع لأنه هالي النقطة أصلا مع البنات ممكن برضو إلها جانب وع الشباب إلها جانب بس البنات أكثر فيها من ناحية العاطفية والشباب من ناحية الجنسية بيرطبط دائما عندنا تعاطي المخدرات بموارسات جنسية أو بعلاقات عاطفية مش صحية فبتلاقي الواحد كان متزوج بخون أو حتى ممكن مرتبط ومتزوج بس بمارس الجنس بطريقة خطأ أو مثلا ممكن ما عنده شريك حياة بمارس الجنس عن طريق مثلا محلات المساج أو فيوت الوسخذ من الدعارة أو مثلا بعض العلاقات اللي بتكون غير مشروعة أو عنده تعدد بالعلاقة الهوكبز بسموها طبعا في أمريكا الفكرة اللي نتكلم عنها اليوم كيف علاقة الإدمان بهذا الموضوع وقداش هو منتشر فنمسك مادة مادة عندك مادة الحشيش مثلا والكحول أصلا معظم الناس بحاول يدخل فيها الشاب الصغار عشان يحرف يحكي مع بنت في البار أو يعرف يحكي مع بنت معه في الجامعة أو مكان بيكون عنده زي سوشال انكزيتي ومشعار في عبه وهو بتبدأ المشكلة أصلا المشكلة أنه شوية حشي شوية كحول في البداية أي نعم بتخليك شوية جريء وتعرف تحكيه وتقدر أنك تتخلص بسوشال انكزيتي وممكن حتى في العلاقة الجنسية سواء كانت بطريقة صحية أو بطريقة غير صحية بس هاي إشي علمي أنه بتساعدك في البداية ممكن بتأخر عندك مثلا موضوع القذف أو بتخليك تستمتع شكل أكثر هذا كلام صحيح بس بعد فترة ما تشرب كحوله زيادة وتدمن عليها وأو نفس الحشيش الجديد بتذكر هون أنه الكحول والحشيش بيضعفوك جنسيا بعد ما تبلش تشربهم تتعاطاهم بشكل مستمر كمان نحكي هون بالذكر الناس اللي بيتحشش لفترات طويلة بأثر هذا الموضوع لهرمونات جسمها وفي الأنها بحاث قاعد بتشير أنه الناس اللي بيحششوا أكثر إصابة بالعقم عند الرجال أو النساء شانيك بنصح الواحد لما عنده مشكلة في الحمل مثل صح المرأ والرجل أنهم يعيشوا حياة صحية ويبتنعوا عن الحشيش تمام نيجي الآن مثلا مخدر ثاني مثل مخدر الكرس المثل الكرس المثل أكيد كل آتنا غني عن تعريف منتشر آخر فترة بشكل رهيب هو الشبو أو الشبوة في بعض الأماكن بسموه الفكرة فيه أنه بحفزك لأنه فيه محفزات اللي هي الآن في ثمن هي منشطات للجهة العصر المركزي فهي بتزيد عندك الدوبامين وممكن دخلك في علاقات تخليك أنت ممكن تطول في الجنس لساعات طويلة فيه ناس بقعد يمارس الجنس سبع ثمان ساعات أنا بتكلم عن تجربة برضو شخصية فهم عن شو بحكي ولكن هاي التجربة الشخصية أو هاي الأشياء اللي بتصير معاك هي غير واقعية وغير حقية مجرد وهم في البداية بعد ممارستك لهذا الشيء المصيبة هون بتصير أنه بعد فترة طبعا أشهر حسب كل واحد استخدام لهذه المواد المثلات بصير عندك مشكلة في بسموه اللي هو الانتصاب نفسه بصير عندك مشكلة أصلا في علاقة جنسية بطل تشتهي في البداية بحمسك وبحفزك شو بصير فيك بصير تدور على أشياء غريبة تعملها وممكن في ناس كثير بدخلوا بسبودوا منتشر دائما في مجتمع المي أو مثلي منتشر كثير مع الشاب اللي مارسوا الهومو سكشوليتي أو البيسكشوليتي لأنه فعليا بيخدرهم بيخليهم يحفز عندهم إشي جديد حتى لو ما كان صحي لإلهم فهذا الإشي بيساعدهم أنه ممكن يحسوا بمتعة جنسية إذا بدنا نكمل كمان نتقل لماذا زي الأفيونات الأفيونات طبعا زي الهيروين الترامدول وغيره طبعا هاي في البداية برضو بتأخر عندك القضف ولكن مع الوقت بتأثر كثير على هرمونات جسمك وبتنزل عندك تسسرون بشكل معروف حتى الحشيش اللي بدخلوا لفترة طويلة الأبحاث قاعد بتشير إنه بنزل أو بلعب هرمونات تبعات الجسم شانك أصبت على الحمل إذا كرنات في بداية ذات بيينك سيد مع كل هذه الأمور ما بدنا ننسى إنه منتشر كثير وسهل كثير مع الإنسان وكون بيشرب أو بتعاطى إنه يغلط وإنه يدخل بموارثات غير صحية حتى البنات بتلاقي معظم بنات أصلا بلشت المخدرات إذا أنت بتابعيني المرة شب يعرفته سواء كان صاحبك خطيبك زوجك ما بهمني بس في شخص على الأغلب 99 مهي هو شب هو اللي دخلك وبعدين بفتح لك بواب ومارسة علاقة سواء جنسية أو تعدد علاقات عاطفية كونك بيستغلوا هذا الموضوع إدمانك على هاي المواد هاي كانت كل هاتها مقدمات عشان أفاهمك أو أفاهمك وأذكركم دائما كيف أنه موضوع الجنس مرتبط 100% مع موضوع الإدمان ومسحية تقدر تفك بينهم عشان هيك اليوم جايحكي عن خمس أسباب لازم يتأخر بسببهم مارسك الجنسية إذا أنت مرتبط أو فعليا إذا لمش مرتبط تتأخر فكرة الرطوات نفسها من هاي الخمس أسباب اللي يحكرك إياها أول شغلة ديك تعرف أنه تعود مثلاً مارسة الجنس بتحت تأثير الحشيش أو الكحور أو النفذ بينات ومارسة الجنس الطبيعية الآن لما تجيش تعملها أول إشي راح تذكرك على طول وتعمل لك ترجع تستخدم واللي بيعرف كلامي وجرب فاهم عن شو بحكي مهم جداً الإمتناع عن العلاقة الجنسية الفترة الأولى حتى لو أنت متزوج يفضل دائماً بحكورك إنه ابتنع كم ممكن تمتنع راح نجي نحكي شوي بالتفصيل أكثر ولكن كل واحد له ظروف ووضع أكيد اللي متزوج غير اللي مش متزوج يعني اللي مش متزوج أصلاً مفروض عليه أنه يصبر ولكن هاي المرحلة أنت راح تسفيد منها كثير ليش لأنك أنت راح تفك الويرنج هذا لأنه بيأخذ وقت تعمل ما يبني الدماغ مسارات شديدة هذا بشكل علمي تمام؟ رقم الثنين ديك تعرف أنه مراكز التحفيز بالدماغ أو الـ Pleasure Center زي موجود في الدماغ تحفز بنفس المناطق نفسها كانت مع المخدرات نفسها مع الجنس فأنت الآن ممكن تصير تفكر تهرب بالعلاقات أو إذا أنت بنت بالذات بتابعيني معظم البنات أنا بتعمل معهم موضوع التعافي من الإدمان بيشتركوا معنا برامج بيخلصوا من الإدمان بدخلوا بعدين في علاقات ترجعهم للإدمان أو بتخليهم من تكسو مرات بس بظلهم معلقين مش متعافين تعافي هو شعور بالسعادة مع نفسك راحة وطمأنينة نفسية على الصعيد أصل الخمسة اللي هي الروحانيات الجسد العقل العاطفة والاجتماعيات فأنت لو كنت في علاقة عادرة أو أنت في علاقات متعددة وتمارس الجنس هذا الإشاء راح يضعفك أصلا بس هوكما وسيلة للهرب سواء أنت بنت أو أنت شاب تحاول تهرب بس بالعادل البنات أكثر وتعلق عواطفك ومشاعرك وحاسيزك هاي لشخص ثاني على أمل أن يساعدك وهروب هون فما بيساعدك في التعافي وأنك تمشي بطريق صحيحة وأنك يتواجه الآن ننتقل للنقطة الثالثة النقطة الثالثة مهم جدا أنك ستكون رأيكم المصيرين بايز شوي في البداية عصابك مش تمام البرفورمانس تبعك الأداء في الجنس مش صح فهذا الإشي راح يزعلك ورح يتعبك ورح يأثر على نفسيتك راح تصير تقارن وترجع لك ذكريات فأنت بهذه الطريقة ذاتذة كنت تمارس جنس صغير طبيعي كان فيه عنف أو كان فيه نوع منواع شدود أو أنواع المشاكل وما بدك يعني أنا مثلا كساعد بتكلم مدامي عن تجربتي بوضوح سأنا كان عندي مثلا موضوع أني بدخل في علاقات كثير مع البرنات فأنا بكنت بدي أتخلص من هذا الموضوع فأي علاقة أو أي دخول مرة ثانية كان راح يذكرني بضعفي وهذا الإشي راح يعدين يترجع الأهم من هي راح نيجي نحكي عنه في النقطة الأخيرة بس قبلها كمان فيه نقطة إنه هو الرابعة إذا بيه تتعرف على شخص الآن راح تيجي تبني فكرتك إنك أنت بدك مثلا تمارس الجنس أو بهمك الشكل أو بهمك شيء معين فتجي ترتبك لتتجوز أو تخطب إنه اعتبر نفسك أوكي تخلص من هذا الموضوع الجنس بطلت تدور عليه ممكن تيجي تختاره بطريقة غير صحيحة لأنه لسا دمامك ما تكملت عافية شانا هي كان ننصح لابتتزوج يأخذ على الأقل سنة وأنا بفضل سنتين أنا كساعد بعد سنة فكرت أخطب بس بعد سنتين ونص ثلاث تتزوجت فعليا صارت شوية مشاكل طبعا عشان ماضي تابعي فتزوجت بعد ثلاث سنين ونص المهم الشاهد في القصة هاي إنك أنت محتاج وقت حتى عشان تتزوج لأنه أنت حكينا في النقطة اللي قبلها رقم ثلاث إنه قوتك الجنسية تعباني وقدرتك منجتمام بس الأهم كمان اختياراتك الآن تكون مبنية على الظواهر وعلى المظاهر أو فعليا أنت شخصيتك بعد التعافي بفترة رح تتغير فبعظم الشباب اللي استعجلوا وفكر يرتبط أو ارتبط على الأغلب اختار بشكل غير صحيح أو انفصل أو صار معا مشاكل والمشكلة إنه هذا كثير رح يأثر عن نفسيتك في التعافي ممكن يخليك ينتكس كثير من الشباب بنتكسوا سبب استعجالهم في قرار الارطباط العاطفي في الوقت الغير مناسب يا أنه بكون اختار شخص غلط يا أنه بكون اختار شخص صح وزواج الناس اللي بتعرف تزوجت فيه استرس كثير وبدأت في البدايات وبالفلوس وبالعرس وبالأهيالي وكذا ومشاكل فأنت في البداية أصلا لسه حساس أنا بشبه دائما تعافي في البداية زي واحد مشلح تمام تخير تجي لفحة برد أو يجي هوا بارد ما رح يقدر فأنت الآن ما بدك برد ما تجي بحارك ضغطات بس الأهم من هيك رح تختار بتفكيل على الأغلب يا نابع من إشي شكلي أو ظاهري أو اشتياق جنسي أو مثلا اشتياق عاطفي أو رح تختار شخص ما بناسب شخصيتك ما بناسب بعدك الفكري اللي أنت فعليين قاعد كل يوم عن يوم تنضج فيه فيفضل بعد سنتين بس لو كنت مستعجل هذا مش من عندي هذا هيك علم النفس بحكيره الآن النقطة الأخيرة الإشي اللي موجود اللي هو الفيزيكال إنه الجنس الانتر كورس عملية الإدخال والإلاج وهذا الكلام كله تمام حلو جميل كثير الآن هذا أصلا هو عن شو المفروض هو عم بعبر عن عواطف جياشة المنفستيشن تبعها أو الظهور تبعها والتجلي في عالمنا هذا هو عبارة عن الممارسة الجنسية بعد ذكر الأنثى وهي أعلى مظاهر الارتباط العاطفي والمشاعر ارتباط العاطفي والمشاعر نابع من فلسفة روحانية وهو بحث عن تواصل مع الله سبحانه وتعالى بحث عن تواصل مع مخلوقاته لأنه أنت ما رح تجد تتواصل مع الله دارك تغير بالصلاة وبالدعاء ولكن أقرب شي أنك تساعد الناس تتصير فيهم تتراحم فيهم تتراحم معهم وأكثر نوع من أنواع التراحم والترابط هو الذكر مع الأنثى لما تكون هي زوجتك وتدير بالك عليها وتفكر كيف تصونها وهي تصونك تكون هي مصدر الآن هو الروحانيات فأنت الروحانيات راح تتأثر جدا إذا أنت الآن بتتمارس الجنس أنا أتكلم مع شخص متزوج الشخص متزوج النقاطة القبل هي بتناسب أكثر موضوع الضعف في الجنس كده بس لأن شخص متزوج تروح تمارس الجنس بطريقة غير مزبوطة تعرف التعافي أصلا هو من الإدمان أكثر الشغل فيه على الروحانيات تكون روحانيات تكون عندنا مضروبة نظرتنا رب العالمين سبحانه وتعالى قبل العشرينات أو أي حدا بلغ الآن وكذا وأي حدا كان أيام مراقب يتذكر أنه فين جتاب حلو للبنات طب ليش ربي عليم ما بدنا نستمتع ليش ما بدنا ننام مع أكثر من بنت وعادي ليش إيش السبب ليش فرض شروط وفرض أن الشاب يتعب ويزوج ويعمل أوكي وإذا طبعا نفيدنا الأسلام يقدر يتزوج أكثر ووحدي ولكن خلنت تكلم أنه في البداية لازم يتعب عشان يعرف يتزوج ويصرف ويسوي ليش عشان يضمن أنه ما يجرح للبنت فالبنت ممكن تنجرح عاطفيا لدرجة أنه بحكي لك الآن الأبحاث بتشير إلى أنه البنات اللي بدخلوا في كثير علاقات بيكون هما بالعادة أكثر عطن للانفصال وأنها في المرد يعني بيكونوا غير سعيدين في زواجهم بأسواب كثير طبعا ما رح تطرق لها طبعا المجتمع الغربي هالأبحاث تختلف عن عنا أكيد ولكن عندي الشباب أكثر بيبعدك عن أهدافك الحقية ويطراصك مع رب العمين سبحانه وتعالى وعند البنات مرضو ببعدهم فهذا الشي رب العمين ما بدياك تشتت بدياك تركز طاقتك كلها في إنسان لأنك تختار زوجي غير ما تختار ووحدة تنام معها اليوم أو أنت كبنت لما تختار تنشب هذا صونك وصون عيلتك ويبني معاك عيلة وأطفال ودير بالعليهم غير لما والله تخلي بعلاقة عابرة إنه شخص معه سيارة حلوة وعم بيجيب لي المخدر تبعي أو عم بيصرف علي أو شقر دادي كما نسموها فكل هذه الأمور مختلفة رب العمين فرض شروط قواعد هي سهلة على فكرة مش صعبة إنك تتعب حالك وتشتغل في البداية صعبة تتيب فلوس وتتقدم بطريقة صحة وتختار بطريقة صحة فربي العمين بالعكس بجانب نستمتع بس ما بدون البنت تنجرح وما بده الرجل كمان يفقد الروحانيات والقوة تبعته يركز بسعة الجسد ويستغل المجرة الاستغلاء في التعافية هون طبقها حتنضرب عندك الجانب الروحاني بشكل أنت ما تتصوره لما تمارث الجنس فما لك حتى الإباحية إذا حنتطرق لها في النهاية برضو الإباحية تسلبك من هذا التواصل فلاحظ كيف اللي بدخل في علاقات ممكن بأخذ شوية عواطف وبيأخذ جسد كثير اللي هو المتعة الجسدية البيولوجية خلنا نسميها زي الحيوانات الله يكرمكم بيأخذ بعض العواطف إذا كان مثلا عادي شخص عادي إذا كان شخص مدفوع له فلوس زي مثلا بروستيوشن أو كذا ما بفي عواطف أبدا فبطلع من المولد فتخيح ترجع شبعان مش هترجع شبعان هي المشكلة إنك ما رح ترتوي عشان هيك بنلاقي موراثات الجنسية إلا ما فيه تعدد في العلاقات الغلط عند البنات وعند الشاب إذا فيه خيانات وفيه كذا بتلاقي ما بيكتفي بده كمان زي الكلب المسعور أنا بقول لك عن تجارب برضو أنا عشت شخصية مع ناس بعرفة ومع نفسي يعني عشان ما أذكر كثير تفاصيل فأنا فهم عن شو بحك فما رح تشبع ليش عدم الشبع مش موجود لأنه انت ركزت على الجسد ولاحظه فيه إشي أعمق عواطف وفيه إشي لسه أعمق بكثير اللي هو التواصل الروحاني التواصل الروحاني بيكون بالميثاق وبالعهد إنه أنا أصونك وأثق فيك وأدير بالي عليك تحمل مسؤولية كل إشي بيصير معنا من أولاد ومن مصاريف ومن كذا فلاحظ إنه جدا جدا مهم هذا المقطع عشان موضوع الروحانيات أنا صراحة هذا الباب اللي بدخل فيه لأنه الأبواب كلها بشكل عام لما تيش تحكي أنا بحب بنت أو حتى متزوج بنت فيه يوم حتى تقاتل فممكن تفكر تخون أو تفكر تعمل إشي غرط وإذا أنت بنت نفس الفكرة بس إذا فكرت أنه أنا بدي أترك هذا الإشي لله بدي أترك هذا إشي عشان أقوي حال الروحانية موضوع أترك شي لله أني أصير الشيخ ومديق مش هيك الموضوع الله سبحانه وتعالى هو عبارة عن طاقة السعادة والرحمة والحب والمحبة هاي والمودة اللي موجدت في الكون كله هو مصدرها فهو بيدلك عليها أصلك دستور عشان ما أطوي في هذا الموضوع روحانياتك جربها وبستين زي ما يحكوها يعني إمتنع عن الممارسات الجنسية لو أنت مش متزوج لو أنت متزوج أنت عن لك مثلا من 3-6 شهور احكي مع زوجتك خليه تشوف الأخصائي إذا أنت مش متزوج أصبر سنة وبعدين بتلاقي البنت الحلال تبعد عن السوشال ميديا الفلام الإباحية انسى الموضوع لذلك تتعافى بطريقة صح لازم تسكر سبحان الله لما تضرب عندك جانب الجنسي تضرب عندك الجانب الروحاني وهذا كثير منتفه عليه دائما تلاقي حرك دائما كأيب دائما كذا فسكر عن الأمور حكينا الصيام الرياضة شباب الخلوات تطلع وتقعد في الطبيعة تختلف نفسك تعمل اليوغا اليوغا شباب كثير بتساعد جدا جدا بتساعد على التفريغ هذه الطاقات والسترس لأن مرة السترس بيكون سببه بطلب موضوع الجنس هذا كل ياته راح تصبر وبالآخر راح تنول وما تركه شيء لله وظله وخيرا منه في الباب اللي بتتقي منه يعني انت لما تتقي رب العالمين في المال رب العالمين يفتح ليك برزق كبير لما تتقي رب العالمين انت سواء شب أو بنت تتقي من هذا الباب هو الزنا أو الجنس هتلاقي رب العالمين تتخر لك انسان جميل ولطيف وتعيش معاه مبسوط ويجيك ولاد يحكيها زي يعني زي اللولو مش اللولو تبعنا تباب زي اللؤلؤ اللي عن جد الحقيقي استمتع فيهم عن جد هذلاك هم عن جد متعة الحياة لأطفال المال والبنون لما يكون بطريقة الصح وأكيد النساء والعلاقات الحلوة إذا انت بدت تحضرين أكيد إنش مهم ولكن بطريقة الصح بتعيش سعيد رب العالمين بدو يانا إنه إحنا يعني نمشي بطريقة صح عشان نسعد دائما نفكر فيها إن إحنا منشوفها ببداية حلوة وجسم حلو بنت أو شب وعلاقة أو سيارة وطفر وطشة بس رح تدفع الثمن بالأخير تدفع الثمن بالتعافية شكرا على معتابتكم عليه تمنى أنها الحق كانت مفيدة لأنت بتفكر تزوج على الأقل خد لك سنة تعافية إذا أنت متزوج خد لك من ثلاثة إلى ستة شهور بس أشير أخصائي ذكروا الشباب الخمس نقاط اللي حكيتها وكان ملخصها على سريع إنه أنت بالآخر ممكن عم تهرب من إدمان لإدمان تخفي علاقات غلط زائد أنت الآن البرفورمس سبعك لذلك تبعك ضعيف جدا هذا الإشي رح يتعبك حكينا كمان عن موضوع الوير تقذر الوير تقذر رح يجيك ترقر كتير ممكن تنتكس بسبب بالذات في البدايات تقذر عن موضوع كمان أهم موضوع حكينا عنه طبعا أنك أنت تختار شريك حياتك ما بتكون جاهز شخصيتك رح تتغير كل سنة لما دلت سنتين كاملين باقي لسة عم بتعافى هيك العالم عم بحكي وآخر نقطة أهم نقطة الروحانيات تضرب عندك حتضعف حتصير معتمد بس على الجسد حكي آبة فتذكر دائما أن الجنس هي أو علاقة فكرة هي الشهوة الوحيدة اللي بترقق قلبك وبتقربك من الرب العالمين سبحانه وتعالى إذا أخذتها بطريقة الصح لذلك الوقام من نوي في بعض الأمور كان نحكي عنها كان نحكي ما رأيته شهوة ترقق قلب مثل إتيان أو الجماعة مع الزوجة فعليا فهذا الإشي ما بتخيل قديش راح تشوفه في حياتك راح يثمر كأولاد كمان حلوين مثل اللور زي ما حكينا نشوفكم على خير لا تنسوا الشراء في قناة إذا بعدكم مش عاملينه سلام مرحب يا أهلا والله أنا اسمي رومي حكي باي 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 حكي أنا اسمي رومي زي رومي وهاي قناتي اليوتيوب حكيهاي قناتي يوتيوب زيوب يوتيوب يوتيوب